اهلا بكم ممتاز في المقابل يرى 15% انه جيد بينما قالت نسبة 3% فقط ان التفاعل ضعيف من ناحية اخرى دعت وزارة الداخلية التركية امس الى تجاهل المعلومات غير الصحيحة التي تتداولها مواقع اخبارية ومنصات التواصل بشأن اختفاء جمال خاشقجي وذلك على وقع استمرار وسائل اعلام قطرية بضخ معلومات كاذبة عن هذه القضية بدأ تنظيم جبهة النصرة بمصادرة املاك وعقارات مسيحي محافظة ادلب بشكل نهائي للاستلاء عليها وقالت مصادر محلية في المحافظة ان هيئة تحرير الشام اصدرت بيانات تشير الى ان املاك المسيحيين هي غناء محرب التي سيتم الاستلاء عليها اعلن رئيس روسي فلادمير بوتن امس ان موسكو تدخلت عسكريا في سوريا بسبب وجود خطر الارهاب بما فيه خطره على روسيا بالذات وقال بوتن ان بلاده نجحت اثناء عملياتها العسكرية في سوريا في استعادة نحو 95% من اراضي البلاد من قبضة المنظمات الارهابية كما انها انقذت الدولة السورية من الانهيار بعث سمو الامير الشيخ صباح الاحمد ببرقية تهنئة الى عضو مجلس الامة صفاء الهاشم عبر فيها سموه عن خالص تهنيه بمناسبة تسكيتها لمنصب نائب رئيس اللجنة الدائمة الرابعة لشؤون الامم المتحدة في الاتحاد البرلماني الدولي مؤكدا سموه ان حصول احد ابناء الوطن العزيز على هذه الثقة الكبيرة بتولي هذا المنصب الرفيع هو مبعث فخر واعتزاز للجميع وتجسيد للمكانة العالية التي تحظى بها الكويت اشاد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم بجهود الوفد البرلماني في جناف وما حققه من انجازات وقال الغانم ان الاجتماعات التنسيقية العربية والاسلامية تمخضت عن تنسيق جيد جدا نتج عنه تحقيق العديد من الامور المهمة في اللجان للكتلتين العربية والاسلامية مخاوف من تكرار مشهد العام الماضي وعلى المجتمع المدني وقف المهزلة الهيئة التنفيذية تمنح الشرعية للهيئة الإدارية غير آبهة بالاختيار الديمقراطي النبرة العدائية تجاه طلبة الكويت في أمريكا تعد صارخ على خياراتهم شرعية الهيئة التنفيذية انتفت واستمرار سلوكياتها يجعلنا نشك في نيتها إقامة انتخابات نزيهة أكدت قائمة الوحدة الطلابية أن نزاهة انتخابات اتحاد الطلبة فرع الولايات المتحدة الأمريكية مشكوك في نزاهتها ولا ضمانات لممارسة ديمقراطية للطلبة في ظل تحويل الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت إلى مجموعة حزبية تخدم مصالح فئة بعينها مما يزيد من مخاوف تكرار مهازل انتخابات اتحاد أمريكا السابقة ودعت القائمة مؤسسات المجتمع المدني لوقف المهازل والانحراف الواضح في سلوك وتوجه الاتحاد الوطني لطلبة الكويت ممثلا بالهيئة التنفيذية التي يفترض بها تقويم أي عوجاج أو انحراف في سلوك أي من فروع الاتحاد للمزيد من الأخبار والتفاصيل تابعونا على موقع السياسة